ونحرم طيب يعني هو الشيخ العريفي لما كتب إمتى أشوفك أحلام الدعية مش أحلام المغنية إن شاء الله حكون دعية أنا والله أنا عندي عندي إحساس في يوم اليوم حكون دعية ما تسألنيش ليش في يوم الأيام هتبقي دعية إن شاء الله دعية إسلامية إن شاء الله بس هتعتزل للغناء آه أكيد تعتزل للغناء طيب يبقى أنت بتتعامل مع الغناء على أنها مرحلة مؤقتة في حياتي لا لا مش مرحلة مؤقتة وقولك أنا عندي إحساس إن أحبقى دعية بس ما تسألنيش ليش مش قلت لك كده آه بس ده مش معناه معرفش عندي إحساس عندي إحساس إني حبقى دعية بس ما تسألنيش إزاي وليش ممكن اليوم ممكن بكرة يمكن يمكن لا بس معرفش ده ده كده حس فيني إحساس بداخلك وسيبال الزمن آه سيبال الزمن بس آه بس ده مش معناه مش معناه إنها بتعامل مع الفان انه مرحلة مؤقتة وتنتهي ومرحلة محرمة يعني مؤقتة لا 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 ابدا 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 مواهب الدعية حسها جواكي مواهب الدعية فيها الاقناع فيها الفاهم الصحيح للدين فيها البشاشة التي لنجدها لانه بعض الدعاء غلاث وممكن ينفروا الناس مش يجبوهم انت حسن جواكي الملامح الجيدة للدعية اه يمكن اه يشد ويكذب اكثر مما ينفر اه صحيح والله صحيح انا بحس انا كده اني انا حتى لما بعض الاحيان قاعد مع اصحابي واعد اقول لهم قصص انا بحب كده حتى وحنا قاعدين والله دلوقتي اصحابي بيشوفوني بيقولي صح كلامها احلام باعد مثلا معاهم في المجلس ولمهم تعالوا نعمل شي اسألة او مسألهم اسألة دينية معرفش متسألنيش بقى حاجة اقول لك متسألنيش ليش فبعد اقول لهم حاجة تسألهم واحدة ترد عليه كده واعد اقول لها ولا بتجي واحدة مثلا تقول لي انا متضايقة من حاجة فبعد اقول لها قصة من قصص القصص الانبياء فانا كده حتى تشوفني على فيسبوك تلاقيني على طول انزل احاديث انزل قصص انزل ادعية انزل